السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدسكم الدكتور محمد عبد العزيز والجزء رقم 12 من الفصل الرابع سنواصل الحديث عن عمليات تصنيع البودر بعد أن حصلنا على المادة على شكل بودر وأجرينا لها الاختبارات الموائمة وأجرينا عملية الخلط سنقوم بعملية تصنيع المادة على شكل بودر وأحنا سنتناول عملية الـ Cold Compaction and Descending تكلمنا عن البريسينج والآن سنتحدث عن الرولينج والإكسروجين والإنجيكشن في هذه الجزئية الرولينج الرولينج كما نرى من الشكل التوضيحي هو عبارة عن إثنين من الضرافيل يدوراني عكس بعضهم البعض ويقع الخزان محتويا على المادة على شكل بودر عندما يدوراني عكس بعضهم البعض ويتدفق البودر فيما بينهما فأنه نحصل على Compacted Powder أي المادة على شكل منتج وفي الغالب هذه الطريقة نستخدمها في الحصول على مادة على شكل مسطحات أو على شكل منتج لديه أو فيه أطوال الإكسروجين الإكسروجين في الحقيقة كما نرى من الرسم التوضيحي يوجد لدينا هوبر أو خزان محتويا على البودر ولديه أيضا بعضا من اللوبريكانت حتى يعمل عملية سهولة في عملية التوزيع وبعد أن يدور الإكسرودر يخرج خارجا المنتج من القالب على شكل كما نراه في الرسم التوضيحي أما عملية الإنجيكشن فthe powder is mixed with a binder and molded and the binder is removed before entering في هذه العملية في الحقيقة نكون بخلط البودر مع مادة رابطة وهي البيندر تمام؟ ثم توضع داخل الهبر وهذا الشكل التوضيحي يوضح العملية وهي عبارة عن إيه؟ خزان محتويا على المادة المراد تصنيعها وهي على شكل بودر مطور من أجل إدارة الإكسرودر حتى يكون هناك حركة فيساعد على ضغط المنتج داخل القالب ثم هيتر لأن هذه العملية في الحقيقة هي عملية مزدوجة عملية cold combustion وهيتينج في نفس الوقت من أجل عملية الإيه أنها أحصل عليها في نفس الوقت عملية combating وعملية تسكين في نفس الوقت بعد أن تتدفق المادة البودر من الخزان داخل أو حول الإكسرودر فإنها تضهد داخل القالب كما نرى والقالب في الحقيقة مكون من جزئين؟ جزء هو القالب المحتوى على التفاصيل وجزء آخر وهو tool holder الذي يحتوي على الإيجيكتور الذي بدوره سوف يقوم بعملية إزالة المنتج خارجا عن المكينة تدم عملية تدفق البودر داخل القالب من خلال النوزل كما نرى حتى تمتلئ الإيه ألف جوات داخل القالب ويوجد هناك أيضا cooling channel من أجل تبريد القالب لأننا اتفقنا أن هذه الإيه المادة تتم عملية الإيه الهيتينج في نفس الوقت معها وبعد ذلك عن طريق الإيجيكتور يقوم بإزالة المنتج خارجا عن المكينة حتى يتم أو تتم عملية استمرارية العملية فيما بعد ترجمة نانسي قنقر